مرحباً جميعاً و مرحباً للمنهج المصري أهلاً فيكم بدرس جديد اليوم رح نكمل المراجعة الموجودة بكتاب bit by bit for المنهج المصري So, let's remember Lesson 2 Let's remember Open your books on page 9 Question 1 Read and order بهذا التمرين رح نصنف الأشهر بالترتيب January February March April May June July August September October November December October ! June Year June unfold June 4 It's a ball 5 It's the price 6 It's a fish 7 It's a bracelet 8 It's a dollar Question 3 Write about your weekend You can use the words below اكتب عن عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك يمكنك استخدام الكلمات أدنى Go يذهب See يرى Buy يشتري Have تديهي لتبهوا أنه رح نحول الأفعال للماضي البسيط Go بصير went See بصير sold Buy بصير bought Have بصير had We can say نقدر نقول I went shopping last weekend ذهبت للتسوق في عطلة الأسبوع الماضية I I saw my friends رأيت أصدقائي I bought some new clothes اشتريت ملابسا جديدة I had a great time حضيت بوقت رائع Question 4 Read and add the correct capital letters اقرأ وأضف الأحرف الكبيرة الصحيحة طبعا هون رح نطبق قاعدة التكبير Hi حسب القاعدة الأولى دائما الحرف الأول بالجملة يكتب كبير إذا منكبر ال-H I'm sure أنا شروق الضمير I اللي منترجمه أنا دائما يكتب بحرف كبير سواء كان ببداية الجملة أو بمنتصف الجملة طبعا الضمير I وليس الحرف I عنا اسم شخص دائما يكتب بحرف كبير I live in Alexandria دائما أول حرف بالجملة يكتب كبير فمنكبر ال-I أسماء المدن كمان دائما تكتب بحرف كبير فمنكبر أول حرف The library of Alexandria ننكبر أول حرف بالجملة ونكبر اسم المدينة is a big and famous library in my city Yesterday أول حرف بالجملة يكتب كبير It was sunny My family أول حرف بالجملة يكتب كبير visited the park at the Montaza Palace طالما هو اسم مكان إذن يكتب كبير That's everything for today Thanks for your time See you in Unit 1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر